يأتي تنظيم مملكة البحرين هذا العام لسباق الفورميلا ون قصة نجاح بحرينية تعزز قدرة البحرين وخبراتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى على مستوى العالم إلى ذلك تواصل وزارة الداخلية بمختلف إداراتها جهودها الميدانية واللوجسية السعدادة لانطلاق الحدث الرياضي الأضخم يعد سباق الفورميلا ون علامة رئيسية في مجال رياضة السيارات على المستوى الدولي وأصبحت البحرين من خلال استضافته سنويا موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط مؤكدة جدارتها بتنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي والذي تتكاتف من أجله كافة الجهود الوطنية ليبقى للبحرين بريقها ومكانتها الدولية المتميزة في هذا المجال وانطلاقا من دور وزارة الداخلية والتزام الإدارات المعنية بأداء واجباتها في تنظيم وتأمين السباق تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية تنفيذا للخطط الموضوعة سلفا من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح البطولة تستعد الإدارة العامة للمرور باستقبال الحدث العالمي بمملكة البحرين من ثلاثة إلى خمسة مارس في المحافظة الجنوبية بحلبة البحرين الدولية وحرصت الإدارة العامة للمرور بتوزيع ضباط ودوريات متحركة ودراجات متحركة ورجال ثابتة من أمام المواقف لضمان انسيابية دخول وخروج الجمهور إلى حلبة البحرين الدولية في اليوم الثالث والأخير لسباق حلبة البحرين مباشرة بعد انتهاء السباق سوف تقوم الإدارة العامة للمرور بإجراء تحويلات مرورية من مواقف الحلبة إلى الشوارع الرئيسية لتقليص أقل وقت ممكن لخروج المركبات من مواقف الحلبة هناك إرشادات مرورية للتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وعلى حامل بطاقات حلبة البحرين الدولية للتزام بوضع الملصق في النافذة العمامية التي سهولت دخولهم في مواقف حلبة البحرين والتعاون مع رجال الأمن ورجال المرور المنتشرين بالشوارع الغريبة من حلبة البحرين ونتمنى للجميع النجاح لهذا الحدث العالمي الذي تستضيف مملكة البحرين قامت مدرية شرطة المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع إدارة الأمنية الأخرى بوضع خطة تهدف من خلالها لرافع مستوى الأمن في حلبة البحرين الدولية تضمن هذه الخطط كيفية انتشار الدوريات الأمنية على الشوارع العامة والشوارع الفرعية المودية إلى حلبة البحرين الدولية وأيضا قمنا بتوفير عدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع لتعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية وزوار حلبة البحرين الدولية بالإضافة إلى فتح مكتب تلقي بلاق داخل الحلبة لاستقبال جميع الشكاوي من قبل الزوار المواطنين والمقيمين ليكون هناك في سرعة استجابة وأخذ جميع الإجراءات القانونية بذلك في سياق متصل تم دراسة خطط التأمين والتدريب عليها جيدا واتخاذ الاستدادات والخدمات الأمنية وخطط الطوارئ والتعاون والتنسيق التام للتعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع إدارة الحلبة حيث يتم إقامة غرفة عمليات مصغرة داخل الحلبة تضم الإدارات المعنية بتنظيم السباق تم تنسيق الآليات المزودة بالأدوات والتكنولوجيا في المراكز المجاورة وتكون على أهب الاستعداد على مدار الساعة لتلقي أي بلاغ والتوجه إلى الحدث الرئيسي في حلبة البحرين الدولية لتغطية البلاغ على أكمل وجه وتدريب الأفراد على استخدام الأدوات والمعدات والتكنولوجيا الموجودة داخل الآليات وكذلك تم التنسيق مع غرفة العمليات في حلبة البحرين الدولية ضابط وطاقم كامل من الأفراد لاستقبال البلاغ والاستجابة الأولية لنقل الآليات إلى الحدث لا سمح الله فريق شون جمارك متواجد على مدار الساعة بحلبة البحرين الدولية لاستلام الشحنات للفرق المشاركة من الملافذ الجمهورية لتفتيشها معينتها وتسلمها للفرق وبعد الانتهى من السباق تتم العملية نفس ما بدأ مطابقة ما تم اتقاله وارساله للمنافذ الجمهورية للتصديره لخارج المملكة تحت الاشراف الجمهورية إن شرطة البحرين تملك العديد من الخبرات والتجارب المتوفرة من تأمينها سنويا هذا الحدث الرياضي العالمي وهو ما يؤهل سباق الفورميلا وان لهذا العام للخروج بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر